بما أن احنا بنجيب اللجان أو عندنا لجان مسؤولة عن إدارة ملفات بعينها زي لجنة الحكام زي لجنة المسابقات مفترض أن احنا بندي الناس أو الموضوع لأمور لناس متخصصة جدا وعندها خبرة كبيرة فيها عشان نطور وعشان نحسن وعشان نجود لو كلمت على لجنة الحكام هل انتوا شايفين عموما يعني في الدوة دي مش بس في مطشاة الأهل هل انتوا شايفين حتى مع وجود تقنية الفار وتطور الملحوظ في جودة النقل والبار بس التليفزيوني أنه كان فيه مردود إيجابي دي حاجة ترجع لكم أنا سايب الإجابة وأنا عارف يقينا أنه أغلب الناس متفع على إجابة معينة وهي أكيد لا طيب لجنة المسابقات هل انتوا شايفين أن لجنة المسابقات في وجود طبعا ربطة الأندية اللي كان مفترض أنها تكون حريصة أو أكتر حرصة على نجاح المسابقة بشكل كبير أنا أجاب لكم بس نموذج وعينة مثال صغير تعالوا نشوف بعد مطش النهاردة مطشات الأهل إيه في الدوري عندنا خمس مطشات هتبقوا من عمر المسابقة أربع مطشات فضلين للأهل في المسابقة ومطش مؤجل اللي كان مع الإسماعيلي اللي تأجل بسبب وصول الأهل لنهاية كاس مصر 17-8 الفترة من 17-8 للفترة وصولاً لـ 30-8 هتكلم في فاصل زمني لا يتجاوز الإسبوعين تمام؟ لا يتجاوز الإسبوعين 14 يوم بالتمام والكمال من 17-30 هيلعب فيهم الأهل كم مباراة؟ هيلعب فيهم الأهل خمس مطشات هل ده طبيعي؟ بالتأكيد طبعاً مش طبيعي لكن اللي مش طبيعي أكتر هو ترتبهم وأماكن لعبهم مفترض أنه الأهل يلعب يوم 17 قدام إستن كامباني في القاهرة بعدها يوم 21 يسافر عشان يلعب مع الإسماعيلي في برج العرب عشان يرجع في القاهرة يلعب يوم 24 مع أمبي عشان يسافر يوم 27 لإسكندرية يلعب مع الجيش عشان يرجع يوم 30 يلعب مع سيراميكا طب وإحنا عندنا لجنة مسابقات ليه؟ مع كامل الاحترام والتقدير أنا هنا بيتكلمش على أشخاص ولا بقلل من قدراتهم ولا بقلل من إمكانياتهم بس إذا كانت لجنة المسابقات حتى جاء يعني حتى ترتيبه جدوى المطشاط في الحيز الزمني ده بالترتيب ده إزاي؟ طب وإحنا محتاجين لجنة مسابقات في إيه؟ طب ما أي حد يمسك جدوى للدورة يعمل جدوى للدورة يعني إيه عبقرية؟ إيه الحلول اللي مطروحة؟ إيه الشيء الفز الحقيقي أن أنا أحط جدوى المطشاط لنادي الأهلي في 13 أو 14 يوم خمس مطشاط القاهرة سكندرية رايح جاي هل ده يعقل؟ هل ده شيء نقول بعد كده أنه فيه تكافؤ فرص؟ الإجابة عند حضراتكم